كل الحاجات اللي بتجدنا من اتحاد الكرة انه رئيس تاجر الحكام اللي جاءها هيبقى اجنابي صحيح هل هذه التجربة قتت باستمرها في بعض كلاتنبيرج وبريرا ولا مش محتاجين اجنابي تانية خلاص لا يعني اعتقد يعني هو القرار يعني خلينا نتكلم بصراحة جديدة القرار يمكن اتاخد في الاجتماع اللي كان معمول بين الاندية وربطة الاندية الحقيقة ربطة الاندية المحترفين هنا الاندية طلبت من الاتحاد المصر الكرة القدم كان موجود الأستاذ جمال علام ان اللي يكون موجود على رأس المنظومة التحكمية برضو خبير اجنبي لكن ما احنا يا جماعة ما انتوا اللي تشتكوا الخبراء الاجانب يعني احنا برضو الاندية يا كريم خمستاشر نادي خمستاشر نادي من تمنتاشر مقدمين مذكرات اعتراضات على التحكيم في وجود مستر بيرير وقابل منه مستر ماركت لاتنبيرج وانا كنت مع الاتنين وكنت شايف ده فانت النهار ده ايه اللي اضافه الخبير التحكيمي عشان انت تكرر التجربة لتالت مرة وانت عندك قامات كبيرة جدا 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 في التحكيم انا قلت وبقول ليه ما بنيديش الفرصة لمحمد فاروق ليه ما بنيديش الفرصة لمحمد فاروق ويشكل لجنة حكام محترمة شكل لجنة حكام محترمة وقوية معاد كابتن ابراهيم مير الدين مدير فني وابراهيم عنده شخصية كبيرة جدا ومعاد دكتور عزب عجاجي عنده خبرات ويجيب يعمل قوام قوي الحكام لما تشوف قوام لجنة قوي يا كريم بيبقى فين طبعات تانية مختلفة لكنت النهار ده تكرر التالي الخبيري الأجنبي انا بسأل هل هي قتت بسمرها ما حصلش هل احنا عندنا فلوس زيادة مش عارف يعني اعتقد ان احنا عندنا فلوس زيادة دولارات زيادة